بيبدأ المسلسل مع كيمو هو بيعتذر من حبيبته مينا لأنه كان مجهول جدا لدرجة أنه ناسا ندى يوم الزكرة السنوية لموعدتهم وناسا كمان يجب لها هدية ومينا بتكون قاعدة سكتة وحزينة وفجأة بتصدم كيمو بتعترف له أنها حامل فكيم بيتصدم إزاي هي حامل وهو ما قربش منها فمينا بتصدمه أكتر وبتقول له أنها حامل من واحد تاني فكيم بيسكت وبيقول لها أنه تأكد من الكلام مامته أنه صح وأنه فعلا فاشل في كل حاجة وأنه فاشل حتى في أنه يخليها تحبه ولكن مهما يكون مشغول عنها أو مش بتحبه فده ما يدهاش الحق إنها تخونه وبيقوم يمشي وبيسيبها وبنروح على الجانب التاني المين جون واللي بيكون مدير شركة للتسويق المنزلي وبيكون بيعمل لقاء صحفي بيتكلم فيها عن شركته وإنه زي أسسها وتعب فيها ولما بيسألوه عن نبع ريضة بيع المنتجات فمين جون بيتكلم عنها بطريقة مش حلوة وبيقول إن بسبب جسمها وشكلها بترتفع نسبة المبيعات بتاعتهم وبتكون نب متضايقة منه جدا وهي بتسمعه وفي عرض تسويق نب بيكون مين جون بيقدم معيها وبيكونه في بس مباشر وأثناء العرض مين جون بيستغل لأي فرصة عشان يقرب منها بطريقة مش كويسة وبعد ما بيخلص اللبس نب بتبعد عنه وبتكون متضايقة من تصرفته معيها وبيوقع عليها معدات التصوير وإدهاب تتجرح فمخرج البرنامج وصاحبها بيخاف عليها وبيتعصب على مين جون لإنه بيشوف إن دي غلطته لكن مين جون مش بيهتم ولما بتخرج علشان تروح تاني بيطلب منها إنها ما تدخلش في مشاكل مع مين جون وإن هو كمان بيتضايق منه لما بيقرب لها ولكن ما بيقدروش يعمل له حاجة لإنه مديرهم وبعدها بيقول لها إنه هيبيع عربيته لإنه هيشتري عربية أكبر فنوب بيبان عليها الفرحة وبتطلب منه يبيعها لها لإن نفسها يكون عندها عربية خاصة ولكن العربيات الجديدة غالية عليها فتاني بيوافق إنه يباعها لها وتاني يوم الصبح لما كم بيرجع على بيته بيلاقي مامته مستنية وبتزعق له عشان راجع متأخر من شغله وبتكون عرفت إن مين الفصلت عنه وبتتخانق معاه من غير مطرعي مشاعره إنه حزين وبتطلب منه يتغير لإن بطريقته دي ما حدش هيقبل يكون معاه وبتقوله إنه زي بابا ويكيم بيسمع ويسكت من غير ما يرد ولكن بيكون تعبان ومكسور من جواه فبيبعت رسالة لصحبه بيت يعرفه إن هيجي يعود عنده ولما كم بيروح لصحبه في البيت بيلاقي عربيت تاني اللي بقت عربيت نوب خلاص وقف قدام باب بيت صحبه وسد الطريق فكم بينزل لها وبيطلب منها تبعد علشان يعرف يدخل عربيته فبتعرفه إن العربية بتاعتها عطلانة وإنها مش عارفة تعمل إيه فكم بيساعدها وبيزوق عربيتها فعربيتها بتتصلح وبتمشي من جر ما تشكره وبعد كده بيدخل كم عربيته وبيروح يدور على مفتاح البيت في صندوق البريد زي ما بيت صحبه قاله وبيشوف نوب وهي جاي بتجري عليه وأول ما بيشوفه الشهاب يسرح وبتتأسف له إنها ما يرفتش تقف تشكره على طول علشان معها الشمسية وكانت خايفة على جرحها من المطر ويكيم كل ده وهو سرحان فيها وبيفتكر إنه في السنة الأولى ليه في الجامعة كان شاب انطوائي وخجول وكل ملامحه كانت مختلفة عن شكله الحالي وبيقابل هناك نوب وهي أول واحدة قدمت له المساعدة وبتعرفه على نفسها وإنها أكبر منذ بخمس سنين وإن دي سنتها الأخيرة وقبل ما كيم يقول على اسمه بتقوله إنها مش عايزة تعرف اسمه وإن هي هتدي له اسم وبتسميه بيبي بانك وبتديه اسورة عليها نجمة وبتطلب منه يحتفظ بيها وبتوعده إنها هتهتم بيه خلال دراسته وكيم كان سعيد قوي بمعرفتها وبنرجع لنوب اللي ما بتتعرفش على كيم لإن شكله تغير كتير ولما بتلاقيه سرحان فيها بتسأله إذا كان يعرفها فهو بينكر معرفتهم ببعض فنوب بتودعه وبتمشي وبيتها بيكون قريب جدا من بيته وكيم بيكون فرحان بمقابلتها وأول ما بيدخل البيت بيدور عليها على وسائل التواصل وبيتبعها على وسائل التواصل بأكونت مزيف مش بإسمه الحقيقي وبيتفرج على كل إعلاناتها وصفحة كيم بتلفت انتباه نوب أول ما بيتبعها وما بيكونش نشر عليها حاجة غير رسوماته اللي بتعجبها وبيبان على كيم ونوب الحصد في نفس الوقت ودل إن نوب بتكون هي اللي شايلة مسئولية مامتها وأخوها ورفض الارتباط وكيم من وقت ما شاف نوب وهو ما بيفكرش جير فيها وبيوعي النفس إنه هيعوضها على الماضي وبنفهم إنه عمل فيها حاجة في الماضي وخايف يواجهها وبنروح للماضي في كلية الفنون اللي بتدرس فيها نوب وكيم ونف كل مرة كانت بتشوف فيها كانت بتروح تدعمه وتشجعه إنه يكتد وينجح وبتكون بتشجعه كأخ صغير ليها ولكن تبيتها معه دعمها المستمر ليه كونت عنده مشاعر وفضل طول الوقت يرقبها وبمرور الوقت حبه ليها بيزيد ونف فترة دراستها بتكون مضطرة تشتغل طول الوقت علشان تساعد مامتها ورغم إن لها أخ أصغر منها إلا إن مامتها بتعامل أخوها دايما أحسن منها ومش بتكون عايزة يشتغل معاهم علشان يركز على دراسته وبتكون نوحة السفرق المعاملة ولكن عمرها معطردت وكل شغل بتروح فيه كانت بتتعرض للمشاكل وبتروح لكيم وآلته بيكونوا عايشين في السعادة مع بعض وبابا كيم كان بيشتغل مصور ومر وكيم هو بيجرب كاميرا بابا وكان بابا مش موجود بيشوف هو ومامته الصورة لبابا مع واحدة فمامة كيم بتتعصب على بابا وبيدخله في إخناقة كبيرة وبتطلب منه يختار ما بين شغله وبينهم فبابا كيم مش بيعجبه طريقة مراته معاه وبيسيب لهم البيت وبيمشي فمامة كيم بتنهار ومن وقتها بتنحصر عن العالم وبتكره كل حاجة في حياتها وكيم الأيام بتمر عليه بصعوبة وأكتر حاجة كانت بتهون عليه هي نوب ونوب رغم شغلها إلا إنها كانت مركزة في دراستها والدكتور بتاعة كان معجب جدا بمشروع تخرجها وبيشكر فيها قدام زميلها بإنها أكتر واحدة تستحق المنحة وواحد من زميلها بيغير منها وبيروح يتخنق معيها لإن رغم إنها مش بتحضر هتاخد المنحة وبيكون شايف إنه يستحق المنحة أكتر منها وكيم بيكون شايف خنقتهم من بعيده ما بيدخلش وفي مرة كيم بينام في معرض الرسمات بتاعه كلية وهو بيحاول يخلص رسمته وبيصحى على صوت خبطي جامل وبيتفاجئ إن الطالب الغيران من نوب بيكسر المشروع بتاعها فكيم بيبعده عن المشروع وبيتخنقوا سوا وبيفضلوا يضربوا في بعض وفجأة حاجة بتخلي المشروع يولع فالطالب بيخاف وبيهرب وكيم بيفضلوا بيحاول يطفيه بسرعة وبيكون خايف من زعل نوب والطلاب بيدخلوا عليهم ضمنهم نوب اللي أول ما بتشوف تعبها تحرق بتتصدم جدا وبتفكر إن كيم هو السبب وبتجري من غير ما بتسمعه هي منهارة وكيم بيحاول يصلح المشروع بتاعها من تاني علشان يعوضها ولكن بيعرف إنها قررت توقف دراستها وتسيب الكلية فبيفضل يجري وراها علشان يحكي لها اللي حصل ويبرر لها موقفه ولكن مش بيلحقها وبتكون سابت دراستها وراح تقدمت على شغل في شركة مين جون واللي هي فيها حاليا وبنرجع لكيم في الحاضر وبيكرر إنه يقرب من نوب ويخليها توقف في حبه وتاني يوم كيم بيوقف قدام بيت نوب ونوب لما بتخرجه بتشوف كيم بيروح يتكلم معيها وبيقولها إنه اشترى الاسكوتر دا من بعد أعلانها عنه ولكن اتعطل ومش فاهم اتعطل ليه وإنه اشترى المنتج غالي بعض عرضها وبيتهمها إنها بتاخدها العملاء ونوب لما بتشوف الجهاز بتلاقيه فاصل شح فكيم بيتحرج قدامها وبيقولها إن المشكلة في عرضها عشان ما شرحتش بالتفصيل وبيكون عمل كل دا علشان يلفت انتباهها ويتكلم معيها ولكن نوب بعد ما بتخلص كلام معاه بتمشيه فبتفشل أول خطة الكيف في التعرف عليها وبيودعها وبيمشي وتاني يوم في شركة الدعاية بيكون العرض اللي هيقدموه هي ملابس رياضية نسائية ومين جون بيطلب من تاني إنه يخلي نوب تعلن عن الملابس وهي لبسة واحدة منهم لأنهم هيكونوا جذبين عليها أكتر ما هيكونوا على المنيكان وتاني بيروح يارد على نوب وبيقولها إن اللبس مكشوف جدا وهو مش مرتاح ولكن هيسيب لها الخيار ونوب بتوافق إنها تلبسه علشان ما تخسرش شغولها ومين جون بيحضر معها اللبس وإنها هتطلع وهي لبسة جاكت على وسطها علشان ما تكون شموا الفتا ولكن من رخمته بيصحب الجاكت من عليها أثناء اللبس فتاني بيتضيق وبيدخل يغطي نوب ونوب بتكون هتتخانق مع مين جون ولكن تاني بيوقفها ونوب بتهد علشان محتاجة للشغل ومش قادرة تسيبه وبتنتشر صور اللي حصل والناس بيهجموها بالتعليقات السلبية وتاني بيروح يتعصب على مين جون لإنه تسبب لنوب في فضيحة فمين جون بيقوله إن الأخبار الفتحة دي هي اللي هتساعدهم على التسويق وبتشوف مين صاحبة نوب وهي بتروح علشان تواسيها وتمنعنا تقرأ التعليقات السلبية اللي عليها ومزاج نوب بيتحسن لما بتفتكر إن أخوها عنده مسابقة للطبخ فبتروح له علشان تدعمه ولكن أخوها بيخسر في المسابقة ونوب بتزعل عليه لكنها مش بتبين له زعلها وبتفتكر زمان لما أموتهم كانت بتعمل لهم مسابقة في الطبخة هما اللي اتنين ورغم إن نوب بيكون طبخها أحلى إلا إنها كانت دايما بتكسب ساي أخوها وبتقول لنوب إنها بتعمل كده علشان تشجعه ونوب بتقول للأخوها إنها هتساعده وهتقدم له في مدرسة طبخ ولما بتنزل الستوري بتطلب مساعدة من متابعينها فإن لو حد فيهم يعرف مدرسة طبخة يقول لها وكيم بيكون عارف مدرسة فبيدخل يبعت لها إسماء من أكاونت الفيك بتاعه فنوب بتشكره وبتشوفه شخص لطيف وبتتصل بتاني وبتحكي له إنها هتسجل لأخوها في مدرسة جديدة للطبخة عشان يحسن مستوى ولكن المدرسة غالية عليها وعشان كده هتعمل كل حاجة عشان تزود المبيعات لإن الفلوس اللي بتاخدها حاليا مش بتكفيها فتاني بيوعدها إنه هيساعدها وشوية وبتلاقي كيم جاي لها وبيقوله إنه اشترى شوية كهربائية بعد اقترحها وعايزها تعلمها عليه إزاي يستخدمها وهتكون دي آخر خدمة يطلبها منها فبتوافق وبتدخله بيتها عشان تعلمه وبيكون كيم بيخترع أي فرصة علشان يشوفها ويتكلم معيها وبعد ما نوب بتعلمه إزاي يستخدمها بتقوله بما إنه متابع لبرنامجها اكتر حاجة عايز يشوفها في العرض بتاعها وبتكون بتسأله عشان تزود نسبة المبيعات فكيم بيديها اقتراح وهي تقتنع جدا بكلامه وقبل ما كيم بيمشي بيديها حلوة بمناسبة إن دا يومهم الأول في التعارف وبيقول لها إن اسمه كيمو إنها تقدر تناديله بالجار كيم ونوب بتكون مبسوطة بتعرفها عليه وتاني يوم بتطور نوب في اقتراح كيمو بتعرض فكريتها على منجون وبتقدر إنها تقنعه بيها وبيوافق لكن بشرط إنها ترفع نسبة المبيعات بنسبة 30% وهيحط المسئولية عليها بما إنها فكرتها وإن لو المبيعات ما زادتش هيطردها ونوب بتوافق إنها تتحمل المسئولية وتاني بياخد نوب لشركة تسويق كبيرة عشان تساعدهم في الأفكار وطريقة تقديم العروض وتسويقها ومديرة الشركة بتقترح عليهم أفضل فريق ساعدهم وبيطلع إن الفريق دا هو كيم والمساعد بتاعه بوي وبتتفاجئ وبتصرح لما بتلاقي كيم هو اللي قدامها وهو بيفرح جدا لما بيلاقي نفسه معيها وبعد ما بيخلصه نوب بتروح تتكلم معاه وبتكون بتناديله بالجار كيم زي ما هو طلب منها فكيم بيقول لها إن اسمه تغير من الجار كيم لزميلها كيم وبيباني إن نوب مبسوطة وبتسلم عليه وتاني بيشوفهم وبيباني عليه الغيرة والسيء أخ نوب بيروح على مدرسة الطبخ الجديدة وأول يوم ليه بيتعرف على زميله وبيخرج معيهم ولكن كل زميله بيفضلوا يتكلموا عن عائلاتهم والممتلكات والشركات اللي عندهم وهو طول القعدة بيحس إنه أقل منهم ولما بيروح بالليل بيكون زعلان وبيسأل نوب ليه هم مزي باقي العائلات وإنه مش عايز يفضل كده ونوب ما بتكونش فهمه وماله وساي بيقول لها إنه ما بقاش عايز يروح المدرسة فبتتعصب عليل إنها عملت المستحيل عشان توفله حياة مريحة ودلوقتي جاي يقول لها إنه هيستسلم بسهولة وبتقوله يفكر في حلم مامته مع إنها عارفة إنها مش هتلوم لإنه ابنها المحبوب وبتعيط وهي بتقوله يفكر في تعبها ويفكر في حب مامتهم اللي هو أخده لوحده وما يستسلمش وبتخرج وبتسيبه وهي منهارة ويكين بيشوفها وهي واقفة فبيروح يقف معيها وبيلاقيها بتعيط فبيمسح لها دماغها بأميصة من غير ما يسأل عن السبب وبيقول لها إنه مستعد يسمعها في أي وقت من النهاردة وإنها يفضل واقف جنبها لحد ما حزنها يخلص فهي بتفضل تعيط وهو واقف جنبها من غير ما يتكلم وتاني يوم بيروح يحضر تصوير إعلان نوب فتاني بيقوله إنه مش من المفروض يجي هنا لكن هو بيقوله إنه جاي علشان ياخد أفكار تسويقية من الإعلانات بتاعتهم ورغم إن ده مش بيكون عاجب تاني إلا إنه بيسيبه واقف وكيم لما بيشوف مين جون بيقرب منها بطريقة مش حلوة بيتدايق لدرجة إنه بيبقى على هدوم المشروب اللي بيشربه من غير ما يحس ولما بيدخل ينظف هدومه في الحمام بيسمع مين جون وهو بيتكلم في الموبايل وبيقول اللي بيكلمه إنه هيدباله مقابلة قريب مع نوب وبيتكلم كأنه بيبيع له نوب زي ما بيعمل مع غيرها وبعد ما نوب بتخلص شغلها بتلاحظ إن كيم لسه مروحش فبتروح تكلمه وكيم بيقول لها إنه مجاش بعربيته وبيطلب منها توصله بمئناه في نفس الطريق فبتوافق وتاني بيغير جدا وبيروح وراهم وكيم بيشغل أغاني وبيفضلوا يغني هما اللي تنب صوت عالي ونوب بتكون مبسوطة لإنها أول مرة تحس إنها من غير كيون وكيم بيدور عن معلوماتها عن مين جون ومش بيكون وصك فيه وخايف على نوب منه وبحكم شغل نوب مع كيم بيقربه من بعض أكتر ونوب بتصك فيه وبتحكيله حاجات كتير عن حياتها ولما مين بتروح لنوب وبتحكيلها إنها وقعت في حب شخص جريب ومشافتهش قبل كده فنوب بتستغربها وإنها إزاي تحب حد من غير ما تشوفه فمين بتقول لها إنها بتحب شخصيته الداخلية وإنه فنين مستقل بتتبعه من فترة وإن اسمه كلانجميسة وبيروح لكيم اللي بيكون قاعد يرسم وبعد ما بيخلص رسمته بيوقع عليها باسم كلانجميسة ولما بتصحبه بيسأله على مين هو كلانجميسة بيقوله إن ده اسمه الفني ولكن ده سره محدش يعرفه ونوب في مرة بتغزم كيم عندها على الأكل عشان عرفت منه إن موته ما تبختلوش ولا مرة في حياته فبتغزمه علشان تعوضه وأثناء ما بيكونه سوى بيحصل حاجة وشعري كيم بييجي على وشه زي ما كان بييجي زمان فنوب بتشبه عليه وقبل ما تعرف إنه بيبي بنج تاني بيدخل عليهم وبيعض يكل معاهم وبيكون بيعامل كيم وحش وبيسأله وصل لإيه في الشغل فكيم بيعرض له الأفكار اللي وصل لها وعلى الرغم من إن أفكاره بتعجب نوب جدا إلا إن تاني بيشوفها بسيطة ومش حلوة ولكن كيم بيكون فاهم تاني كويس وإنه بيعمل كده علشان يغيزه وبيارد عليهم فكرة تانية وبتكون مميزة جدا وبينفزوها ولما بيت بيكون مع كيم في المعرض بتاعه بيشوف هناك مين وبيعجب بيها وبيروح يتكلم معيها لكن مين ما بتدلوش وشه ما بتتكلمش معاه ولكن بتمشي وبيبنى عليها إنها مبسوطة وإنها أعجبت بيه وسي بيتصل بمامته وبيطلب منها فلوس لأنه هيشترك مع أصحابه ويفتحوا مطعم سوا وإنه أخيرا هيقدر يكسب فلوس فمامته بتقوله إنها هتتكلم مع أخته علشانه وفي نفس اليوم بتروح نوب تزور مامتها وبتلاقيها قاعدة مع راجل وتفل صغير وبتعرف إن الراجل ده اسمه نواي وإن الطفل ده ابنهم وإنهم ارتبطوا ونوب بتزعل إن مامتها معرفتاش حاجة زي دي وبتزعل أكتر لما بتعرف إن سي عارف بالموضوع من الزمان وبتكون هتمشي فمامتها بتوقفها وبتطلب منها فلوس لسي عشان يستصمر مع أصحابه في مطعم وده بيزعلها أكتر لإن مامتها مش شايفها غير إنها بتصرف عليهم وبس والطفل ابن حبيبها بيناديل مامتها بماما فنوب بتمشي وكل مشاعرها مثل أغبطة وده لإنها شافت مامتها بتدي حب الطفل مش طفلها على عكس بكانت بتعاملها وبالليل كيم بيروح لها علشان يسألها عن رأيها في العرض اللي صممه فنوب بتقوله إنها حبته وبتكون تعبانة جدا ولكن مش بتعين وبتحضن كيم وبتطلب منه يسبع لحد ما تحس إنها بخير وبتتحجج إنها تعبانة بسبب ضغط الشغل وكيم لما بيروح بيبعت لها رسالة من على حسابه المزيف وبيقول لها إنها ما تحسش لمرة إنها مش مهمة لإنها بالنسبة لأشخاص معينة هي أهم حاجة عندهم وكلامه بيفرحها جدا وبيجدد طاقتها لكن ما بتلحقش تفرح لإن نسبة المبيعات بتاعتها زادت لكن ما وصلتش للتلاتين في المية زي ما وعدت مين جون فبتخاف إنه يطردها وبيت صاحب كيم بيجيب بنت اسمها أليس معاه وهو جاي يقابل كيم وبتكون عايزة تشتغل معاهم وبتطلع معجبة بكيم جدا وواخداء قضوة ليها فكيم بيوافق إنه يشغلها معاهم وبالليل بيت بيساعد كيم في إنه يحضر معرض الرسومات بعد ما اللوحات عددها اكتمل لإن تاني يوم الافتتاح للمعرض وده لإن البروفيسور اللي بيدعم كيم من أيام الكلية عايز يقدم كيم كفنان رسمي وتاني يوم كيم بيغير رأيه وبيرفض إنه يروح يحضر الافتتاح لإنه مش عايز حد يعرف إنه هو كلانجي ميسا وبيبعد بيت مكانه عشان ياخد باله من لوحاته وبيت وهو هناك بيشوف مينه بيلاقيها جاية تشوف كلانجي ميسا وبيروح يتكلم معيها ولما بيلاقيها بتتجهله بيضطر يكذب عليها وبيقول لها إنه هو كلانجي ميسا فبتتصدم وبتفرح إنها أخيرا شافته حقيقي وعلى الجانب التاني كيم ونوب بيكونوا بيتمشوا سوا وبعدها بيروحوا يعودوا في مكان وبتفضل تحكيله على إنها مش حاسة بسعادة في حياتها وإن عندها مسئوليات كتير وإن المبيعات انخفضت وممكن تترد من الشغل وبتشرب كتير وبتقوم تغني قدام الناس وبترقص ولكن فجأة بتقع وبتفضل تعايد جامد وبعد ما كيم بيهديها بتقوله إنها لو كانت اتخرجت زمان من الكلية كان كل حاجة تتغير في حياتها فكيم بيزعل وبيحس بالذنب وإن بسببه هي بتعاني وكيم بيكرر إنه يحكي لها الحقيقة وإن هو بيبي بنج ولكن قبل ما يحكي لها حاجة سيء أخوها بيظهر وبيلاحظ إن أخته مش فوعيها فبيطم من كيم إنه يمشي دلوقتي ويكمل كلامه معها بعدين وتاني يوم بيت بيعزم مين عنده في البيت ودل إنها عايزة تشوف شكل بيت فنان زي وعمل ازاي فبيت بيدخلها قودة كيم كأنها قطة وفجأة كيم بيوصل للبيت وبيلاقيها في قطة فبيت بيخليه يستخب علشان مين ما تشوفهوش وبعدها بيت بيستأذن منها وبيروح وراكيم وبيقوله إنه كدب على مين وقال لها إنه هو كلان جميسة فكيم بيزعله وبيقوله إنه كده هيكبره يخبي السر فبيت مش بيفهم هو يقصد إيه فكيم بيقوله إنه مين هي أفضل صاحبة للبنت اللي هو بيحبها وبعدها كيم بيروح يتطمن على ممتو وبيلاقي البيت متبهدل وهي لست على نفس حالتها وبتتخانق معاك عادتها وبتفضل تعيق ويكيم بيلاقي إنه موته بتاخد أدوية للإكتئاب فبيزعل عليها وبيحس إنه ما ينفعش يكون بعيد عنها ونوب بتروح تقعد مع أخوها وأصحابه وبتكون عايزة تطمن على المشروع اللي هيدخل فيه أخوها وبتكرر إنها تساعده وبتقوله إنها بتحاول تدبره الفلوس فبيوعدها إنه هينجح ويعابل كل اللي عليه وبتبيع عربيتها علشان توفله الفلوس ولما بتروح لميت جون علشان تطلب منه ويزود لها شغلها للفترة الجاية بيطلب منها تقابله في مكان معين بالليل وهي بتضطر توافق وبتروح على المعاد ولكن بتكون خايفة جدا من ميت جون فبتتصل بتاني لكن تاني مش بيرد عليها فبتنزل صورة ليه على الإستجرام وبتحدد موقعها ولما كيم بيشوف صورتها بيستغرب إنها حددت مكانها وبيقوم وبيسيب أصحابه وبيمشي بسرعة وبتروح لنوب ومين جون بيكبرها تشرب معه شوية ونوب توزنها بيختله بيباني إن مين جون حتطلع حاجة في المشروب وبيقوم يقرب منها وبيكون عايز ياخدها على بيته ولكن كيم بيوصل على آخر اللحظة وبيضرب مين جون وبيبعده عنها وبياخد نوب معها على بيته وبيفضل يهتم بيها وبيحكي لها إنه استنى كتير لحد ما قابلها وهي بتفوقه وبتكون سمعت كلامه وبتشوف الإسورة اللي في إيده وبتتأكد إن هو بيبي بانج وبتقوله إنها في البداية ما كانتش متأكدة ولكن الإسورة هي اللي أكدت لها وبيقول لها إنه ما كانش يقصد إن يكذب عليها وإنه كان عايز يعوضها في البداية قبل ما يعترف لها بالحقيقة ولكنه بتقوله إنها عرفت من زمين إنه ملهوز ذنب في اللحاصة وإن زميلها جابوا لها الطالب اللي عمل كده وهو بنفسه اعترف بالحقيقة لانه كان حسس بالغيرة وبتقوله ان بعد كل ده ثبت الدراسة ورحت تشتغل وما كانتش تعرف انه لسه حسس بالزند وانه بالنسبة لها ما ارتكبش اي غلط وبالعكس هي اللي المفروض تشكره فكيم بيرتح اخيرا لانه تخلص من احساسه بالزند ولما بيتكلمه على مين جون بيكون كيم عايز يبلغ الشرطة عنه فانه بتقوله انه مفيش معاه دليل ضده وانه عارفة انه كان بيستغلها طول الوقت ولكن هي محتاجة مساعدته والشغل معاه وانها هتلاقي طريقة تتعامل بها معاه وتاني يوم لما نوب بتروح الشغل بتلاقي مين جون جاي بفريق تاني وبيكون بيتكلم مع تاني وبيعرف انه هيعمل بين فريقهم والفريق ده منافسه واكتر فريق هيحقق مبيعاتها يفضل معاه وبيقدم مقدمة جديدة اسمها كيو وان هي اللي هتشتغل مع الفريقين لمدة شهرين تحت المرأبة اما بالنسبة لنوب كرر انه يأجل تجديد عقدها وفي الفترة دي مش هيدفع لها مرتب فتاني بيتعصب على مين جون ولكن اعضاء فريقه بيهدوه ونوب بتمشي بعد ما شبه اتردت من الشركة وكيم بيكون عند شغله مشترك مع شركة نوب ولكن بيتفاجئ ان كيو هي اللي جاية تقابلهم بدل نوب وكيم لما بيسأل على نوب بتعرفوا انها توقفت عن الشغل فكيم بيتديد وبعد ما بيخل الشغلة بيروح لها البيت فستاي بيخرج له بيعرفوا ان نوب سفرت لبيت مامتهم وبترجع نوب البيت وما بتكونش قادرة تتقبل ان مابتها مرتبطة بحد غير باباها ولما بتخرج بتلاقي ان كيو في وشها وبيكون جاي علشان ما يسيبهاش لوحدها وبعدها بيتمشوا بيسترجعوا ذكرياتهم سوا وان مين وبيت بيرتبته هما اللي اتنين وبيرحوا هما كمان على بلد نوب وبيقضوا الوقت معاهم وفي شركة مين جون مستوى كيو مش بيكون زي نوب ونسبة الببيعات بتقل وتاني بيقول للمين جون ان شهرين غياب نوب كتير وان بكده شركته عطي نهار وتاني يوم بيسافر لنوب وبيعرفها ان مين جون عايز يرجعها تشتغل معا من تاني ونوب بتوافق انها ترجع تشتغل بسبب المسئولية اللي عليها وكلهم بيصهروا عند نوب في بيت اهلها ولما نوب بترجع على الشغل كيو بتتصدم وبتتدايق اكتر لما المبيعات بترجع تترفع على ايد نوب ونوب بترجع مسئولة عن العروض وكيو بتبقى مسئولة عن الشغل اللي معه كيم وبتكون عارفة ان في علاقة صحبية بتجمع نوب بكيم وبتطلب من كيم انه يوصلها وبعد فترة مين بتسمع تسجيل متصرب على النت بسود كيم وهو بيتكلم مع بيته وبيقوله ان كذبتهم هتخرج عن السيطرة وان هيحصل مشكلة كبيرة لو مين ونوب عرفوا الحقيقة فمين بتروح لبيته وهي منهارة وبتواجه باللي هي عرفته وبيت بيقول لها انه عمل كده عشان يفوز وانه كان هيعترف لها وكان متأكد انها هتسامحه بعد محبته فمين ما بتقبلش وبتقوله بان اللي عمله ده هي مش ممكن تتقبله وبتمشي وبتسيبه وبتروح وهي منهارة لنوب وبتحكي لها على كل اللي حصل ونوب بتزعل على قصرة قلب صحبتها فبتروح لكيم وبتزعله ان كذب عليهم هو وصحبه وبتقوله انها فهمت كل حاجة من الرسالة الصوتية وكيم مش بيكون عارف عن الصوت اللي تصرب ونوب بتلومه على حزن صحبتها لانها بعد محبة بيت من كل قلبها اكتشفت انه خنها وكيم بيفضل يعتزلها وبيدافع عن صحبه وانه عمل كده عشان بيحب مين لكن هي مش بتقبل اعتذاره وبتمشي وبتسيبه وبيسمع كيم التزجيل اللي تصرب له هو وبيت وبيكون عايز يعرف مين اللي عمل كده وبعد فترة بيت بيعمل فيديو وبينشره على وسائل التواصل وهو بيعترف بالحقيقة وبيقوله منه هو الشخص اللي تظهر بقيله كلان جميسة وبيعتزل لكيم صاحبه انه خلاه يشارك في كسبه رغم انه مكانش موافق وبيعتزر انه كان السبب في حزن مين حبيبته ونوب وبعدين بيروح لبيت نوب وبتكون مين عندها وبيت بيعتزلها شخصيا وبيقولها انه مش عايزها تسامحه ولكن بيترجعها ما تزعلش من كيم لان ملهوز زنب في اللي حصل وبيباني انه مين حنت على بيت وعايز انها تسامحه وكيم بيكون عنده مامته ومامته بتكون زعلان عليه بسبب الشقعات المنتشرة عنه وبتفضل تعيط وكيم بيعتزلها وبيوعدها انه مش هيدخل نفسه في مشاكل تاني علشان بتزعلش وفجأة بتدخل عليهم نوب وبتعرف نفسها لمامته انها صاحبة كيم وبتهدي مامته وبتقولها انها عارفة كيم كويس وانه ملهوز زنب ونوب بتقضي الوقت معايهم ومامة كيم بتحبها وبياخدوها يخرجوها وبيوضوها لصالون تجميل عشان يطلعوها من الاكتئاب اللي هي فيه ومامة كيم بترجع لها الضحكة وكيم بيشكر نوب في اخر اليوم على مساعدتها ليه وان اخيرا مامته بتضحك تاني وتاني يوم المحاسبة بتاعت شركة مين جون بتعرف مين جون ان فيه اختلاس في المبيعات وبيكون كل الورق اللي فيه المشاكل باسم نوب فمين جون بيطردها من الشغل بتهمة الاختلاس لكن محدش من فريقها بيكون مصدق انها ممكن تعمل كده وكيم بيدربه وبيستقيل من الشغل هو وباي اعضاء الفريق ونوب بتروح لاخوها وهي بتعين وبيتجمعه هي ومين واخوها وصاحب اخوها عشان يشوفه حل للمشكلة وبابا صاحب اخوها بيكون عنده علاقات وبيوعدها انه هيساعدها ومين بتروح تقابل كيم وبتعرفه انه نوب متايمة بالاختلاس وبتطلب منه ساعدها بما انه بيشتغل في الشركة فكيم بيزعل عليه وبيكرر يساعدها ولكن قبل ما يمشي ويسمين بيحاول يصالحها على بيت وبيطلب منها ترجع له وبيكون بيت معاه في نفس المكان وبيتوسلها تصالحه وهي اخيرا بترجع له وتاني يوم لما كيم بيروح يخسل عربيته العامل بيلاقي في العربية جهاز تجسس وما بيكونش حد ركب مع كيم في العربية غير كيو فبيشك فيها وكيم بيحاول يخرج نوب من الضغطة اللي هي بتمر بيه وبياخدها وبيخليها ترسم معالش بتخرج التوتر اللي جواه في الرسم وكيم بيوعدها انها تتخطى كل المشاكل اللي بتمر بيها وبيقرب منها وبيعترف لها بمشاعله بطريقة مباشرة ونوب بتفرح وبيباني ان عندها مشاعل لي وتاني يوم ونوب قاعدة عند مامة كيم بتدخل عليهم مينة حبيبته القديمة وبتخرج نوب وبتسيب مينة تتكلم مع مامة كيم لوحدهم ولكن مينة بتخرج لها بعد شوية وبتشوف على وش مينة اصار كدمات ومينة بتسأل نوب اذا كانت هي حبيبة كيم فبتنكر نوب لان كيم لسه ما اعترف لهاش بمشاعره بطريقة مباشرة ومينة بتقول لها انها عارفت قيمة كيم بعد ما بعدت عنه واول ما كيم بيوصل على البيته ومينة بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه قدام نوب وبعد ما بيخلصه كلام كيم بيجيب لها عربية عشان تروحها وكيم بياخد نوب بعد كده وبيروحوا يتعاشوا مع بعض وما بيكونش عايزها تفهم موضوع مينة غلط وبيقول لها كل اللي كان بينه وبينها وان اللي بينه منتعل انها خانته وحملت من واحد تاني وان ما عندهوش اي مشاعر لها فنوب بتعرفوا انها مش زعلانة وليكت زعلانة عليها لانها خايفة ان الشخص اللي ضربها يكون هو بابا الطفل وبتطلب منه يساعد مينة وبتقوله ما يسيبهاش لوحدها وتاني يوم كيم وقالس وبي بيروحوا على شركة مين جون وبيكون كيم كرر انه يدخل ياخد المستندات اللي بديه النوب بأي حاجة وواحد من الشركة بيساعده وبعد ما كيم بياخد المستندات بيخرج بسرعة وبيعرف ان المحاسبة بتاعة الشركة وكيو والفريق الجديد هم اللي بيختلصوا من الشركة ويتاني بيعرف ان كيم قدر يجيب المستندات وكيم بيطلب منه ما يعرفش نوب انه بيساعدها وبعدها بيجيب لها كل الادلة اللي تثبت برائتها وبيبعت لها على حسابه الفيك ونوب بتفرح جدا وبيكون نفسها تعرف مين هو الشخص اللي بيساعدها كل ده وبتروح تدي المين جون كل ادلة برائتها وبتمشي ولما بتكون خارجة من عنده بتقابل كيو بتوريها انها كشفتها وبتضربها بالقلم وشر كيو مش بيوقف لغاية كده وبتغبط نفسها بفظة وبتتصور وبتتهم نوب اللي هي اللي عملت فيها كده فنوب بتعمل مؤتمر صحفي دافع فيها عن نفسها ومين جون بيدفع عنها في المؤتمر لانها هددته بانه لو ما ساعدهاش هتفضحه انه كان بيتحرش بيها طول الوقت وهتجيب لي صور من كاميرات المطعم اللي كانوا فيه وانه خدرها وفي المؤتمر كيو بترجع تنشر اعتظار لنوب على صفحتها وانه هي اللي ألفت قصة درباها ليها وبيكون كيم واصحابه هم اللي جبروها تنشر الاعتظار وقبل ما الصحفيين يمشوا مين بتنشر فيديو مين جون وهو مخدر نوب وبتفضحه وبتنتقم منه على كل اللي عمله فيها وكيم ونوب لما بيروحوا سوا على البيت مامتو بتعرفوا ان مين تثبت له جواب وكتباله فيه انها تنتحر فبيروح لها بسرعة هو ونوب وما بيلحقهاش وبتكون فعلا انتحرت لكت بيقدروا ينقذوها بس للأسف مش بيقدروا ينقذو الطفل ونوب بتشوف ان مينة خسرت كل حاجة وما بقاش ليها حد غير كيم فبتكرر انها تبعد عنه وبتطلب من كيم انه يدي المينة فرصة تانية وبتفضل تعيط وبتقول انهم هيفضلوا اصحاب ويسيب الوقت هو اللي يختلهم قدرهم ولما بيرجع البيت مامته بتزعل عليه جدا وبتعيط عليه وبتطبخله الاول مرة وبالرغم من ان الاكل اللي عمله له بسيط الا انه بيعجبه وبياكل وهو بيعيط ومامته بتحضنه وبتفضل تعيط عليه وما بيكونش عارف يعمل ايه عشان يخلي نوب تصدق انه بيحبها ونوب بتكون عايزة تعرف مين هو الشخص اللي بيساعدها دايما وبتحكي لتاني على كل اللي هو عمله فتاني بيكون عارف ان كيم هو اللي بيساعدها ولكن مش بيقولها وبيبدأ تاني يستغل للفرصة ان كيم بعيد عن نوب وبيتقرب منها ولكن نوب مش بتحس باي مشاعر تجاهه وبتكون مفتقدة كيم جدا وكيم بياخد مينة يقعادها عنده ولما مش بتلاقي امل انه يرجع لها بتكرر انها تبعد عن طريقه وباباها ومامتها بيرجعوا من السفر وبياخدوها وبيشكروا كيم انه بيساعدها ولما نوب بتعرف ان مينة سفرت بتكرر ترجع لكيم ولكن في مرة نوب ويتاني بيتقابله مع كيم في الأسانسور ونوب بيجي لها احساس ان كيم هو الشخص اللي بيساعدها لانه بتكلمش معها طول الفترة اللي هي بعيدة فيها عنه وبتتصل بيه من خلال الانستجرام فبتلاقي موبايل كيم هو اللي بيرن فبتزعل انه كذب عليها طول الفترة دي ولما بتتخانق معاه تاني بيغلط وبيعرف نوم انه عارف ان كيم هو الشخص اللي بيساعدها فبتزعل منهم هم اللي اتنين علشان كذبوا عليها وبتسيبهم وبتسفل لمامتها ولكن بتلاقي نفسها مش قادرة تنسى كيم وبترفض كذا مرة انها ترجع له ولكن لما بتلاقيه مش بيستسلم بتستسلم هي اخيرا وبترجع له وعلاقتها مع مامتها بتتصلح واخوها بيستقر في شغله وبتعتزل لتاني انها ما قدرتش تحبه وبعد فترة تاني بيتقابل مع بنت جميلة وبتعجب بيه وهو بيعجب بيها والغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة اتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ترجمة نانسي قنقر